هذا وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة وزارية حوارية حول وضع رؤية موحدة لتحول التقى بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادا لقمة المناخ كاب 27 واضل الجلسة الوزارية الحوارية جون ديفتريوس المذيعة بقناة CNN وذلك بمشاركة كل من وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية ووزير الدولة للموارد البترولية بناجيريا ومفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الأفريقية ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا